محافظة بورسعيد محافظة بورسعيد محافظة بورسعيد القدامة الناس الكبيرة عايزين ننقلبس أو النفاق نتكلم عن الروح اللي كانت موجودة في بورسعيد وأعتقد أنها برضو ممكن تكون تورفت في هذه الليلة بسم الله الرحمن الرحيم في البداية باهني مصر كلها بعيد النصر يعني هو الانتصار العدوان السلاسي كان عيد لمصر كلها هو كان يوم 23 ديسمبر يعني انتصار مدينة يمكن التاريخ سجل ده لأن مدينة انتصرت على جيوش تلت دول انجلترا وفرنسا وإسرائيل كانت وقتها فرنسا وانجلترا من الدول العزمة ويكون شعب مش جيش اللي كان بيواجه آه كان طبعا الجيش بيدرب والشرطة لكن بنسبة صغيرة النضال كله كان للفدائيين اطفال سيدات رجال شيوخ فده جعل من بورسعيد اطلق عليها اسم المدينة الباسلة اهل بورسعيد لم يطلق عليها هذا الاسم لكن التاريخ اللي اطلق عليها هذا الاسم اللي هذا النضال والعظمة اللي شهدها الانتصار على العدوان السلاسي في عدة ايام كانت قضت المقاومة الشعبية على جحافل التلات دول دي انتقلت المقاومة بورسعيد يمكن حتى من كام يوم كنت بطالع الجرائد القديمة على الجوجل وعناوين الجرائد اللي حقيقة كانت حاجة رائعة القتال يمتد من بيت الى بيت سنقاتل يعني الحقيقة كانت الصحف وقتها عناوينها رائعة سيدات سطروا اسمهم في التاريخ المناضلة الراحلة زينب الكفراوي المناضلة الراحلة علي الشطوي المناضلة الراحلة أم علي كل واحد ده من دول كان لها تاريخ في النضال ويعني كانوا صغيرين كانت زينب الكفراوي عندها 16 سنة وبتنقل السلاح للجيوش للأسفل الفدائيين في عربية بيبي الرجال اللي سطروا حقيقة برضو بأسماءهم يعني سطرت بحروف من نور في سجل التاريخ زنجير وعصران ومهران الأطفال الصغيرين زي نبيل منصور طلبة الجامعة زي جواد حسني يمكن كان فيه إحدى العمليات الشهيرة لخطف القائد مرهاوس اللي كان عمته ملكة ملكة إنجلترا وتم خطفه وعن طريق يعني خطة قام بها الفدائيين وتم أسره فالحقيقة كان تاريخ رائع ما يتنسيش الطائرات وهي بتنزل المظليين على شاطئ بورسعيد بقوا الأهالي ياخدوا المظليين النازلين دول ويدربوهم ويسحلوهم أو يخطفوهم كانوا بيحاولوا طبعا محاولات إنهم يأثروا على الشعب وبقوا يدوا حلويات وشوكولاتات للأطفال والكلام ده عشان يحاولوا يغروهم إنهم يوافقوا على وجود الاحتلال فطبعا ده يعني لم يجد أي صدى بين شعب بورسعيد اللي زي ما حضرتك بدأت وتكلمت على إن تاريخه لم يكن فقط في النضال في فترة العدوان السلاسي لكن سبق ذلك الاحتلال البريطاني وتاريخ طويل لبورسعيد من النضال يمكن من أشهر الأحداث أو الحوادث يعني بتعبر عن نضال أهل بورسعيد غير العدوان السلاسي يمكن مشهور عندنا في شام النسيم العروسة اللي بتتحرق اللي هي الألمبي أو الليمبي ده كان أحد لوردات الجيش البريطاني اللي تم يعني حصل في وقتها نوع من الاعتداء الشديد على المتظاهرين في بورسعيد وقدى إلى وفاة عدد كبير منهم وكتير من الأطفال وقامل شعب البورسعيد بعمل دمية وقاموا بحرقها وكانوا كاتبين عليها الليمبي فيعني تاريخ طويل من النضال لشعب بورسعيد يعني فيه جينات أكيد يعني إحنا كلنا عندنا حتة الحماسة دي والنضال يمكن امتدت وكان لها بصمة حتى في التاريخ الحديث لو حضرتك تتذكر أول محافظة صارت ضد الإخوان وكان فيها العسيان المدني كانت محافظة بورسعيد اللي رفضت حكم الإخوان ورفضت هذه الفاشية وهذا الظلم اللي يستطر تحت سطار الدين فده دليل على أن جينات هذا جينات الأجداد طورستها الآباء ثم طورستها الأحفاد قبل من الكلام عن ملاعمة احتفال هذا العام ببورسعيد ده ممكن حكت يقولي قصيدة من قصيدة المعسياتك طيب بما أن احنا بنحتفل بعيد بورسعيد فهتبقى القصيدة عن بورسعيد بلدي اللي اسمها للعالم كله فخ فخورا أننا بنتها دي ست الجمال والحسن دي القعدة على شطها تزيد العمر عمر دي اللي زمان أهلها صنعوا المعجزة وفتحوا باب التاريخ قالوا نحن هنا واللي يلمس أرضنا نمحيه من التاريخ ودارت المعارك من بيت لبيت لشارع حتى طراب الشوارع وقف زنهار يدافع ويدوي صوت المدافع والشعب يقف يترافع فقضية التحرير ست ويا راجل عيل ولا طالب للبلد الفحارس قلوبهم من حديد طيب نكلم عن أهم ملامح الاحتفال هذه السنة في بورسعيد طبعا احنا كان بيشاركنا الاحتفال هذا العام البروتوكول السنوي لوضع الكليل من الظهور في ميدان الشهداء على قبر الجندي المجهول أو الرمز يعني كان بيشاركنا سيادة لواء قائد الجيش التاني الميداني لواء أركان حرب محمد ربيع أحمد ربيع قائد الجيش التاني الميداني وكان تم افتتاح أيضا طريق اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد الأسبق افتتح طريق سمي باسمه وتم افتتاح مجموعة من المشروعات القومية وفيه مشروعات مازالت يعني الحقيقة كل يوم بيتم افتتاح مشروع جديد يمكن أحدث المشروعات المازال فيها لتطوير السوق الحضاري أو سوق الملابس المستعملة بيتم تجهيزه على يعني أعلى مستوى ده يمكن من أحد الحاجات اللي اشتهرت بيها بورسعيد فبيجهز حاليا وهيتم افتتاحه قريبا هذا السوق طبعا فيه مجموعة من الأحياء اللي تم تطويرها فيه المنطقة الصناعية كمان في جنوب بورسعيد مجموعة من المصانع وغير كمان فيه الجانب السياحي اللي أصبح موجود بشكل كبير جدا الحقيقة ما فيش يعني وقت بيعدي لما يكون فيه أوتوبيسات سياحية لزيارة المعالم اللي أصبحت جديدة أو مختلفة عن ما كانت الناس بتيجي الظهور في بورسعيد قبل كده حديقة فريالي التاريخية اللي اتعامل فيها المنصة اللي كانت تشبه منصة الافتتاح التاريخي لقناة السويس فيه جبل الملح الشهير عندنا بورفؤاد اللي اتكلمت عنه الصحف الغربية نيويورك تايمز وغيرها من الصحف وقنوات كمان الإخبارية زي سكاي نيوز وغيرها لأنه الحقيقة بقى مظار سياحي ما فيش رحلات سياحية بتيجي قلما بتروح جبل الملح بورفؤاد الفوتوغرافيا فيه عاملة الحقيقة زي الجبال التلج في الدول الأوروبية الحضائق المفتوحة بورسعيد رائعة يعني جر حديقة فريال فيه مجموعة من الحضائق اللي يعني بقت أوبين جاردن فمع وجود نباتات وظهور رائعة بتطفي على منظرها جمال غير عادي الحقيقة والمناطق بقى الكافيتريات اللي ليها شكل مختلف عن الستايل اللي كان موجود في بورسعيد فده خلى الجانب السياحي والتوجه السياحي بورسعيد بقى مختلف عن ما قبل عايزة نعرف عن الحصاد الخاص بالمبادرة اللي حضرتك فيها كمنصق مبادرة بالشباب هو الحقيقة فيه المبادرة والاتصال السياسي الاثنين من بداية هذا العام كان فيه استكمال اللي ما سبق للأنشطة السابقة بداية من شهر واحد كان الاحتفال بعيد الشرطة وكان كنا يعني بنشر في كون للشرف ان احنا استضفنا مجموعة من أسر الشهداء ملحمة الوحات والدة الشهيد اسلام مشهور والدة الشهيد احمد زيدان زوجات الشهداء احمد فايز احمد جاد امتياز كامل قائد المأمورية والكاتبة الكبيرة ناشوة الحوفي دي كانت احتفالية تعيد الشرطة بعد كده في شهر ثلاثة كان فيه يوم الشهيد شرفنا ايضا باستضافة البطل الاسطورة الشهيد الحي عبدالجواد سويلم من ابطال حرب الاستنزاف ويعني الحقيقة من النمازج اللي بنشرف انها بتشرب بورسعيد دي كانت ندوة الاتصال السياسي وكانت بقى برضو ندوة للمبادرة تخص برضو يوم الشهيد في شهر ستة احتفالا بصورة يونيو كانت فيه ندوة صورة يونيو وتحديات الامن القومي يعني يمكن شاء القدر ان احنا نستضيف قامة من قامة مصر العسكرية سيادة اللواء ناجي شهود ربنا يرحمه الفارقنا في هذا الشهر بداية هذا الشهر يوم اربعة تقريبا او تلاتة فيعني الحقيقة كانت ندوة رائعة ويمكن القدر ان احنا استفدنا من علمه قبل رحيله وشرفنا ايضا باستضافة زوجة الشهيد البطل عامر عبد المقصود مأمور قسم كرداسة حادثة الشهيرة للاخوان وتعنف او عنف اسفل اخوان وزوجة الشهيد البطل بطل قواتنا المسلحة مصطفى عبيدو من ابطال شهداء العملية الشاملة في سيناء وفي شهر سبعة كان بنحتفل بثورة يوليو المجيدة فكنا مستضفين الكاتب الكبير شريف عارف وكان الحوار حول ثورة 23 يوليو بعد سبعين عام دي كانت للمبادرة للمجموعة انا زكرتها في الآخر في شهر تمانية كان فيه بقى مجموعة من الزيارات ما بين المبادرة والاتصال السياسي الاتصال السياسي قمنا بزيارة بانوراما حرب اكتوبر طبعا هدف الزيارات دي الحقيقة توعية الشباب الاتصال السياسي يعني منصب او مهتم في فئة الطلاب سواء اعدادي او سنوي المبادرة بتبقى الشباب او كل فئات المجتمع لكن بشكل اكتر الشباب كان بانوراما حرب اكتوبر قاعدة ابو صوير الجوية بالنسبة للمبادرة كان فيه زيارة لقاعدة محمد نجيب العسكرية والمشروعات القومية يعني كان العاصمة الادارية الحقيقة فيه نقلة نوعية عن ما شفناها مثلا من سنتين فرق كبير جدا جدا في شهر عشرة مع الاحتفال بذكرى نصر اكتوبر اقامنا في الاتصال السياسي اربع ندوات في كل ندوة كنا بنصطديف بطل يعني بداية الندوات كانت تاني يوم الدراسة على طول وكنا مصطدفين البطل ابراهيم سعودي بطل الصاعقة المصرية بطل كتيبة 133 صاعقة اثناء حرب اكتوبر سيادة اللواء يسر عمارة طبعا يعني اشهر من نار على عالم يعني آسر ع السافية جولي سيادة اللواء ايمن حب الدين قائد الكتيبة 418 اللي كانت بتحمي برسعيد وكان لها ملحمة الحقيقة اثناء حرب اكتوبر وسيادة اللواء محمد الغباري قائد سريط الدبابات اللي كانت بتحمي اسماعيلية شرق الاسماعيلية وشرفنا ايضا ان احنا كان لنا برضو زيارات بالنسبة للطلبة في الاتصال السياسي كانت لقاعدة برسعيد البحرية وللعاصمة الادارية برضو عشان الطلبة تشوف المشروعات القومية اللي بتحصل في مصر يعني ان هما يبقى فيه تاريخ لازم يعرفوا التاريخهم ده ايه ويعرفوا كمان الحاضر بتاعهم ايه والمستقبل اللي جاي كمان وشرفنا ايضا المبادرة اقامة ندوة استضفنا فيها سيادة اللواء البطل فيليب زخاري قائد اللواء 98 سواريخ دفاع جوي اثناء حرب اكتوبر في شهر 11 كان الانفال باليوم العالمي للطفل الاتصال السياسي اقامنا ثلاث ندوات فيه يعني نقاط مهمة جدا كانت اولهم مخاطر الغذاء الغير امن على صحة اولادنا باستضافة الاستاذة الدكتورة هيبة يوسف رئيس قسم السموم بجامعة بورسعيد كلية الطب بجامعة بورسعيد وكان فيه ندوتين تانيين حول التنمر والتانية حول مخاطر الاستخدام الغير امن للانترنت دي كانت بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والامومة وفي شهر 12 اقامنا ندوة الاتصال السياسي كان فيها البطل فوزي ابو الطاهر ده شيخ المحاربين وان شاء الله دي الاتصال السياسي ان شاء الله بعد بكرة بإذن الله ندوة في قاعة فايزة ابو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد دكتورة سماح الجهري خلص وقتنا معلش فاو بقى لنا بقى تاني ان شاء الله واشكرا جدا شكرا لحضرتك جدا خرصت معاكم بقيتكم التانية وحالتكم النهاردة السلام عليكم بقراء ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة